يسعد كل اوقاتكم يا رب و ان شاء الله دايما تكونوا بخير بحب اتشكر كل اللي عم بتابعني و عم يدعمني و متابعيني الاجداد بتشكركم كتير ان شاء الله دايما تكونوا بألف خير يا رب اليوم اكلتي اسمها منزلة ببطاطا او يخنة البطاطا اكلة سورية هي بس كتير طيبة واكلة شتوية هلأ هون عندي تقريبا 2 كيلو بطاطا متل ما انتو هيك شايفين ليك مقطعتن و هيك مقطعتن مكعبات و عندي هون معلقتين صلصة صلصة طماطم و عندي هون لحمة مقطعتها هيك قطع راس العصفور من اللي احنا بسوريا و عندي هون معلقتين ملح و معلقت فلفل اسود و معلقت كذبرة ناشفة و معلقت كاري و عندي هون معلقت توم مهروس و هون عندي كذبرة الكذبرة على حسب الرغبة اذا بتحبوا تحطوها و فيكن تستغنوا عنها ما في مشكلة و عندي هون بصلاية واحدة مقطعتها متل ما انتو شفتو تقطيعه وسط و عندي هون كيلو بنادورة مضاربتهم بالخلات و مجهزتهم هاي كل المكونات اللي انا عندي اليوم ان شاء الله بدي اطبخ فيها هلا هون بنسمي بسم الله الرحمن الرحيم و بنحط هلا هون شوية زيت و معلقات سمنة هلا بدي حط هون انا اللحمة لحتى قليها شوي هلا رح اقليها هيك شوي بس لانه اللحمة بتاخد استوى اكتر من البصل بعد ما قليتها هيك شوي خليتها تاخد لون هضيف هلا البصل هقلبهم هيك شوي مع بعض يتقلوا شوي مع اللحمة وبعدين هلا رح اضيفهم كاسة ماء و رح اغطيهم لحتى اللحمة انا عندي هون تستوي لانه اللحمة بتاخد شوية استوى هلا هيك بدي حركون و غطيهم هلا وهون لبين ما يستوي انا عندي اللحمة هحط معلقة ملح فوق البطاطا و هقلي البطاطا في ناس بتقليها نص قليه و في ناس بتحطها كمان بتطبخها دغري بدون قليه بس انا حب اقليها اليوم نص قليه هلا هون مشوفوا ما شاء الله عندي هون اللحمة استوات اللحمة في كون تحطوها مفرومة و في كون تحطوها كمان اطعمة في مشكلة هلا بدي اضيف هون معلقتان السلسة و قلبهم هيك شوي مع بعض بعدين هلا هون رح اضيف هلا هون عندي التوم و كمان رح اقلبهم هيك شوي بعدين هلا هون رح اضيف انا بحب حط مكونات ممكن لها فوق بعض حب حط شوي شوي هلا بدي حط هون اللبهارات الموجودة عندي هحطو اللبه كمان شوي و بدي اضيف هون الباندورة اللي كنت فارمتها بالخلاط هلا هيك رح احرقهم شوي لحتى يتقلبوا كلهم مع بعض و بعدين رح اغطيهم لحتى تتسبك انا عندي هون الباندورة و تكون صارت جاهزة هلا هون شوفوا ما شاء الله البطاطة هون قليتها نسقلية مثل ما قدتكن فيكن تقلوها و فيكن تحطوها ضغري ما في مشكلة يعني في ناس بتقلية و ناس لا هلا هيك رح اقلبها شوي مع بعض بعد ما تسبكت عندي الباندورة شوفوا ما شاء الله صارت جاهزة مثل ما قدتلكون الكذبرة هلا هون انحطيت شوية كذبرة هاي الكذبرة حسب الرغبة فيكن تحطوها و فيكن ما تحطوها بتستغنوا عنها بس هيك صارت هلا هون اكلت هيك جاهزة رح اضيف هلا معلقة التوم اخر شي مشان تطلع ريحة التوم هيك طيبة فيها وهيك شوفوا ما شاء الله صارت عندي جاهزة في ناس بتقلية للبطاطة مشان ما تتخبص معهم اذا زادت ثلاثة يوم هلا هون بدي اطبخ برغول بشعيرية فيه ناس هون بتطبخ قدامها رز بشعيرية و فيه ناس بتطبخ قدامها برغول بشعيرية بس انا عملت بصراحة الاتنين كان عندي شوية برغول تلاساويون هلا قليت الشعيرية وبعدين ضربت برغول فوقهم وبعدين هلا بدي احط معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح بس وحح احرقهم هيك شوية مع بعض وضعها للماء فوق انغمرهم وتركهم لحتى يستوي يعني مثل كأنه عم بطبخ رز وهيك أكلتي بتكون صارت جاهزة شوفوا ما شاء الله هاي آخر شي إن شاء الله تعجبكم يا رب حبايي بقلبي وتشكركم كتير لدعمكم هون ساويت قدامة رز وساويت كمان قدامة برغول مثل ما انتم شفتو شكرا للكون كتير حبايي بقلبي لدعمكم واللايكات والتعليقات الحلوة اللي بتحطوا لي ياها بدي تشكركم كتير إن شاء الله يا رب هيك يعجبكم محتوىي وبس هيك صارت أكلتي جاهزة إن شاء الله تعجبكم يا رب وتجربوها وبتمنى منكم حبايي بقلبي تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إن شان يوصلكم كل جديد شكرا للكون كتير حبايبي شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر